دي اكبر المزارع المصرية اللي بتروي عن طريق الراي المطري الراي المطري اللي نادر وجوده في مصر وفيه تجارب وليلة جدا ليه الحقيقة المزارعة ديه مساحاتها حوالي 5000 فدان هنا على طريق مصر اسماعيلية الصحراوي الراي المطري نظام راي جديد دخل مصر ليه مميزات كتير جدا واكيد لبعض السلبيات اللي احنا بندرسها ونعرف ايه تفاصيلها لكن مميزاته وسلبياته وتفاصيل هذا النظام في اكبر مزارعة مصرية لزراعة زراعات كتير جدا منها الفول السودان اللي احنا موجودين فيه ده والدرة والموز والموالح مع المهندس محمد اسماعيل احكي لنا باش مهندس الرئي المطري والزراعات اللي احنا زرعينا هنا في مشروع النيل للاستثمار الزراعي والتجارة الدولية المميزات بتاعته ليه احنا صممنا هذه المزرع على طريقة الراي المطري ما عملناش بوفتات ما عملناش شبكات راي والنظام الرئيسي للراي عندنا هو الراي المطر رغم وجود طبعا شبكات الراي والانظمة التانية بص الراي المطري هو واحد من اساليب الراي اللي هو بيحاكي الطبيعة على الاعتبار انه هو بيشابه المطر والمطر هو الاصل في الراي واللي تعلمنا منه الرش وشبكات الرش الفلوبي او الفلوبي سيستم اللي احنا موجودين في ده او الراي المطري عنده بعض المميزات وعنده بعض العيوب نقدر نتكلم في المميزات باختصار نمرة واحد التكلفة المنخفضة او المعقولة جدا اللي راي مساحات المساحات الاراضي الصحراوي نمرة واحد نمرة اتنين توفير في الطاقة المستخدمة في تشغيل السيستم لانه ما فيش هنا مواتير بتحرك زي قطعات او زي البيفوت يعني وبالتالي توفير الطاقة اللي هي تعتبر دلوقتي من اهم التكلفة اللي موجودة عندك فده نمرة اتنين نمرة تلاتة ان الصيانة فيه محدودة جدا مش محتاجة عمالة فنية مدربة مش محتاجة ميكانيكا مش محتاجة كهربة لانه زي ما حضراتكم شايفين هو شبكة بدون طاقة نقدر نشغل السيستم ده وده من ضمن اهداف المشروع ده على الطاقة الشمسية للمحطة اللي هي بتضخ على الري المطر فبالتالي ده واحد من الحاجات الطموحة اللي موجودة طيب توزيع المية طبعا هو الافضل انا اراضي رملية المية بتدفئت فيها بسرعة فبالتالي هنا في السيستم ده انا اقدر اوزع المية من اول دقيقة لمدة تلات ساعات اربع ساعات وبالتالي هنا بحافظ على الرطوبة الفترة اللي فيها الامتصاص عكس الري المحوري الري المحوري كمية مية كبيرة في وقته قليل لانه بيمر هو بسرعة فبالتالي كمية مية كبيرة فبيستهلك كمية مية هنا تقدر توفر كل قطرة مية تقريبا الحاجة التالتة انه لو استخدمات اخرى غير بقى المحاصيل اللي هي زي ما حضرتكم فيها دي انه ربما في فترات المشاكل في الحرارية سواء بقى للزرعات زي المانجة زي الموالح اصناف الحساسة اللي قلة الرطوبة زي البسرة حيبقى هايل جدا بالنسباله في فترة اللي فيها سواء لساعات شمس او فترة العقد اللي محتاجها رطوبة نسبية اعلى علشان يحقق انتاجية افضل السيستم بسيط بسيط يعني جدا جدا مش محتاج تكنولوجيا مش محتاج خبرات في تشغيله ده وايجابيات اخرى كتير طبعا غير اللي انا باتكلم فيه اه له سلبيات اه طبعا له سلبيات زي اي نشاط وزي اي مشروع بتظهر مع التشغيل من ضمن السلبيات اللي ممكن حلها انه انه الرشاش اللي موجود لو الفلترة من برة مش كويسة ممكن الفلتر ده او الرشاش يتسد وحتى لو ده حصل وده بيحصل حتى في البيفوت اه الا انه ممكن بيتسلك في ساعتها يعني بس ان شاء الله مع الفلترة الكويسة ما بنعانيش من المشكلة دي اه ربما الحوامل او الاوائم اللي واقف عليها المشروع ربما محتاجة اه تدعيم تاني او بشكل او اخر يعني اه ودي مش صغرة كبيرة يعني ما يعني نقدر نعملها معانا الوقت يعني المتاح اه انما بشكل عام الصيانته بسيطة التكلفة بتاعته بسيطة وبالتالي هو مشجع جدا للاستمرار والانتشار كمان في مصر طب هو يعني توجد النظام ده في مصر ازاي احنا التجربة دي جبناها منين الدول العالم بتعتمد على نظام الرأي المطري مقارنة بالانظمة التانية ولا لا يعني صورة عامة عن النظام ده طب ده نظام هو بالنسبة لنا هنا في مصر انما هو في العالم طبعا موجود من قبل كده احدى الشركات اللي هي بتعني بالاستثمار في مجال الشبكات الرأي هي اللي عندها هي اللي عرضت مصر فيها كاس جاركة على الفكرة بس هي اللي عرضت الفكرة ولقيت قبول عند مجلس الإدارة نتيجة العوامل اللي انا شرحتها فبالتالي كان لازم نبدأ وسرعة التنفيذ دي ميزة نسبية كبيرة جدا فبالتالي قدت شجعت المجلس الإدارة ان هو ياخد قرار بتنفيذ السيستم هل في مزارع بشكل ده كتير في مصر بالنظام رأي المطر؟ حاجات بسيطة يمكن في الوحاد في حاجة بسيطة مساحة بالرقم اللي احنا فيه ده لا طبعا نفيش رقم نقدر نقول ان ده يكبر مزارع رأي مطر في مصر؟ ده تقريبا على حد علمي انا بشكرك جدا مهندس محمد اسماعيل المستشار الفني لمشروع النيل استثمار الزراعي والتجارة وليه شكرا جزيلا حضرت حبيب ألف شكرا جزيلا شكرا